شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الحلقة النقاشية الطريق نحو كوب 27 المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والتي نظمتها بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جناف أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على نجاح يوم النوع الاجتماعي الذي سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ من خلال عملية أعداد مسبقة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف كالحكومة وممثلي اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وممثلي المجتمع المدني والمرأة والأكاديميين مؤكدة أن الجميع سيواجه آثار تغير المناخ التي لا تفرق بين دول نامية ومتقدمة